اشتركوا في القناة وقائد السلاح اجتمل على خطة التطوير والتحديث وبرامج الاعداد والتدريب العسكرية التي تشهدها القوة الخاصة الملكية ونقل سمو قائد الحرس الملكي لرجال السلاح البحرية الملكي البحريني تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله كما شكرهم سموه على ما ابدوه من مهنية واحترافية عسكرية عالية وعزيمة وتحد من خلال مشاركتهم المستمرة ضمن قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية اعادة الامل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي كل الواجبات الموكلة اليهم كما نوه سموه عن الشكر والتقدير الذي يحظى به رجال قوة دفاع البحرين من لدن قيادات قوات التحالف العربي مبينا سموه أن ذلك الشكر والتقدير مصدره البذل المخلص والعطاء الصادق من قبل هؤلاء الرجال وجهودهم القتالية العادية في مواقع عملهم المختلفة بالجمهورية اليمنية وانطلاقا مما يقومون به من واجبات وطنية بكل شجاعة وإقدام لنصرة الحق والدفاع عن أمن واستقرار أمتنا العربية وحفظ مقدراتها وأشهد سمو قائد الحرس الملكي بالإنجازات المشارفة التي يحققها دائما رجال سلاح البحرية الملكية البحريني والتي تأتي بفضل البذل والعطاء المتواصل والعمل الدعوب المستمر في مختلف الظروف والأوقات وضف سموه بأن رجال هذا السلاح على استعداد دائما لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الكبيرة ونصرة الأشقاء بجانب إخوانهم من مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين تنفيذا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله والمتابعة الحثيثة من قبل معالي القائد العام لقوة الدفاع ترجمة نانسي قنقر